قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن منفذي الهجمات التي استهدفت أمس البرلمان وضريح الخميني في طهران هم إيرانيون انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق وضفت الوزارة في بيان لها أن المهاجمين عددهم خمسة أشخاص وانضموا إلى التنظيم وقضوا أوقاتا في الرقة والموصل وأنهم شاركوا في أنشطة التنظيم قبل أن يعودوا إلى إيران صيف العام الماضي هذا واستنكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريب بيان الرئيس الأمريكي دون ترامب حول الهجومين الذين راح ضحيتهم 13 شخصا ووصف ضريب في تغريدة له في حسابه على تويتر بيان الرئيس الأمريكي بالبغيض كان ترامب قد عبر في البيان عن تضامنه مع ضحايا الهجومين لكنه أضاف أن الدول التي تدعم الإرهاب يمكن أن تصبح من ضحاياه في إشارة إلى إيران ترجمة نانسي قنقر